موسيقى إذن ملف الطاقة بولاية تلمسان هو الموضوع الذي سيرافقكم فيه مراد مزور مساء الخير مراد مساء الخير فلا مساء الخير مشاهدين الكرام كما قلت فلا موضوع الطاقة بولاية تلمسان تحديدا هو الموضوع الذي سنناقشه اليوم سنتحدث عن مختلف البرامج التي أطلقتها ولاية تلمسان ضمن الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال الهادفة بالدرجة الأولى إلى تلبية طلبات المواطنين في هذا السياق وإلى تحسين إطارهم المعيشي ولاية تلمسان حققت أرقاما جد معتبرة في هذا المجال سواء في الغاز أو في الكهرباء من خلال تدعيم الشبكات بعديد البرامج على كل نسعد في هذا النقل المباشر وفي هذه الأمسية من وحران أن الصديفة السيد بومديين صغيري مدير الطاقة لولاية تلمسان أهلا بكم سيدي الكريم شكرا سيدي نشكر للدعاء الوطنية يعني ذات تلفزيون الوطنية على هذه الحصة وبدوري يعني نشكرهم جزيلة سكر خاصة بين المجهودات التالية الدولة في قطاع الطاقة ونتاج تعه في تحسين الإطار المعيشي للمواطن لا شكرا على واجب وأكيد أن الرهان يبقى أو الهدف الأول والأولوي الأولى هي تلبية حاجيات المواطن وتحسين إطاره المعيشي وهو ما تسعى إليه السلطات المحلية ضمن التوجيهات العامة لسلطة العليا بالبلاد طيب ربما نبدأ حديثنا من آخر عملية كانت أطلقتها ولاية لمسان في الأيام الأخيرة التي مرت والمتعلقة بربط 491 بيت بشبكة الغاز الطبيعي حدثنا عن هذه العملية التي مست واحدة أو من الجهات في ولاية لمسان بالنسبة لهذه المنطقة المنطقة تقع في بلدية الحناية وهي كان أولا نقوله كان ززمة ناطق كان من منطقة إليليا ومنطقة مرزقة يعني في المجموعة نتاحهم يلحق حوالي 950 أسرة 950 أسرة خاصة بأن إليليا كانت موقع لثورة الجزائرية فالناس فرحوا بالغاز في هذه المنطقة يعني الناس كانوا يستعملوا مادة غاز البوطان ثانيا بالنسبة لنذكر المشاريع هذه كان غيرها مشاريع إن شاء الله ستدشن إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله مع زيارة سيد معالي وزير طاقة وستشمل أكثر من أربعة ثلاثة ألف ثلاثة ألف وخمسمائة أسرة ثانيا ستمون بالغاز الطبيعي إن شاء الله مع زيارة معالي وزير طاقة نعم ربما توفقني الرأي أنه سابقا كنا نقول غاز المدينة لأنه ربما هذه المادة ارتبطت بالمدينة ولكن الحمد لله بفضل البرامج العديدة والكثيرة اليوم ما بقنا نهضر على غاز المدينة نهضر على الغاز الطبيعي بصفة عامة لأن هذه المادة وصلت إلى حتى القرى والمداشر والجبال والأريف نعم وحتى الأريف وهذا دائما بهدف تلبية حاجية المواطن في هذا المجل البرنامج العام لولاية المسان ما هي أفاقكم ما هي طموحاتكم من خلال البرامج التي أطلقتمها منذ سنوات أولا بالنسبة للبرنامج الغاز الطبيعي الذي مسى ولاية المسان ونذكر بالتحديد البرنامج الخماسي والبرنامج الإضافي 2010-2014 هذا البرنامج خصص له غلاف مالي لأكثر من 2000 مليار سنتين هذا البرنامج النتائج بنت على الواقع هو النتائج تاعة أنه مثلا في سنة 2010 كانت عدد البلديات المربوطة بالغاز الطبيعي 30 بلدية بينما خلال الوقت الحالي رانا واصلين 52 بلدية كي نقول له 52 بلدية يعني ما زالت بلدية واحدة سيتم وضعها حيث الخدمة وهي بلدية الفحول قبل السوداسي الأول 2018 وبالتالي نقوله باللي 2018 ستكون ولاية تلمسان يعني كل مقارات البلدية راه مربوطة بالغاز الطبيعي هذا البرنامج حقق بالنسبة لربط أكثر من 29 ألف أسرة كي نقوله 29 ألف أسرة الأسرة نقوله فيها سبعة معناه حوالي أكثر من 22 ألف مواطن يعني شخص استفاد من مادة الغاز ثانيا تم مد أكثر من ألف كيلومتر بالنسبة للبرنامج هذا ثانيا زاد رفع محاولات ضغط الضغط محاولات ضغط الغاز كان عندنا في سنة 2010 كان عندنا 55 سيبو مدين تحدثنا عن سنة 2018 وينقلنا أنه كل البلديات رح تكون مغطات بشبكة الغاز الطبيعي وكذلك عن حجم الاستثمارات المبدولة في هذا القطاع حتى نصل إلى هذه النتيجة بالنسبة لحجم الاستثمارات لهذه النتيجة أولا كان مثلا المخطط الخماسي 2010 مثلا يعني قلت لك كان فيه هو أكثر من ألفين مليار كان زاد الدولة كان في المرحلة بعد تأجيل بعض العمليات والتي تكفلت بهم الدولة في إطار في إطار كان واحدة لاتفاقية إطار فيها أكثر من 28 مليار سنتيم التي تقطيت العجز في المسجل معناها كان بعض المناطق كانت مسجلة في إطار المرحلة الخماسي ولكن تم التكفل بها في إطار برنامج مخطط البلدي التنمية في إطار اتفاقية إطار متعددة سنوات يعني 2017 2018 2019 يعني هذه الاتفاقية كانت مع مؤسسة سنوالغاز باش يعني البلديات يدفعوا 30 فليبيا كل سنة لمدة أربع سنوات باش نكملوا البرنامج إضافة إلى ذلك كان صندوق يعني 2018 وبدأنا إن شاء الله مع سيد الولي ومشكور باش نقسموا البرنامج على مستوى البلديات في إطار اجتماعات دورية هذا الصندوق الضمان والتضامن لجماعة محلية يعني قدرنا نهزه أكثر من 25 عملية نقوله 25 عملية يعني تقريبا كل المناطق والعمليات التي نقوله تأجلت في إطار البرنامج الخماسي المكملتش إن شاء الله نهزه أون شارج يعني والأشغال رهي جارية كان بعض المناطق رهي أشغال جارية والدليل على ذلك كان بعض القرى وبعض المركز سيتم مثلا تتشينها مع زيارة سيدة المزار إن شاء الله هذه كلها رعبما وأكيد أنه معلومات مشجعة ومطمئنة خاصة لأخوتنا في مختلف أو القاطنين بمختلف بلديات ومناطق ولاية تلمسان طيب سيبو مدين نعود لأجواء الفرحة التي رصدها زمينا عاد البحوص من خلال آخر عملية لربط ما يزيد عن 490 عائلة بولاية تلمسان بشبكة الغاز الطبيعي نتابع ثم نعود ها هي كل من بلديتي مليليا ومرسكا بولاية تلمسان تستفيدان من الربط بشبكة الغاز لأسيد من 490 مسكنا العائلة المستفيدة استبشرت خيرا من هذه العملية بعد معاناة طويلة مع قرورة الغاز كنا في غبينة كبيرة وكما يجيناش الكاميون تعقاس ما نقديوش بالصح اليوم راحنا فيه رحمة ربي كنا مغبونين بالقرع يا ولدي واليوم راح لحقتنا هذا السويع الحمد لله للرجال وتحييش ورحم شهده وتحيي الرجال كنا مغبونين بالبزاف كنا قرعاتها القرعات ترفيدها منها بش طلح لحناية 30 ميل كورسا وفهملتها قرعات 50 ميل تقعد لسمانة فشوفوه هذا هو اليوم الحمد لله هذا المشروع رسد له غلاف ملي قدر ب 63 مليون دينار وجاء ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن إن شاء الله نحن ماضين في تنفيذ هذا البرنامج برنامج فخمتراكس الجمهورية ليهدف إلى تحسين وضعية المعيشية لمواطنين في هذه المناطق خاصة الريفية منها وبهذا المركزين وصلت نسبة تغطية المستوى الولاية أكثر من 80% والولاية كل بلدية الولاية مزودة 250 بلدية على 53 هذا وسيتم استكمال ربط بلدية الفحولة خلال الأشهر القادمة بهذه المادة الحيوية إذن كانت هذه أجواء التي تم من خلالها إطلاق شبكة تزويد ما يزيد عن 490 عائلة بولاية الامسان بشبكة الغاز الطبيعي طيب سيبومديا لما نتحدث أنه في سنة 2018 كل البلديات راح تكون مربوطة أقول على المقرات البلدية تكون مربوطة على مساوية الامسان بهذه الشبكة شبكة الغاز الطبيعي ماذا عن ربما المساكن الموجودة بعيدا وعن ما عن مقر هذه البلدية في طلب على ربما قارورة البوتان هل هذه القارورة متوفرة خاصة في فصل الشتاء وين تكون البرودة أم فيها تدبدب أم تم فيه ضبط كل المخططات لضمان توفر هذه المادة لسكاننا خاصة في المناطق الجنوبية شكرا سيدي هذا سواء المهم أولا نرجع أولا للغاز الطبيعي نقول أن الغاز الطبيعي كان 29 ألف أسرة مزودة والله مزودة بالغاز الطبيعي معناها كنقول 29 أسرة 30 ألف كان 200 ألف 200 ألف قارورة غاز عادت من توفرة كنقول 29 ألف كل أسرة فيها سبعة سبعة معناها الأسرة تسحق سبعة سبعة قارورات مثلا في شهر معناها وفرنا وفرنا 200 ألف ألف قارورة وفرت الناس الذين كانوا يستعملوا قارورة الغاز استعملوا الغاز طبيعي هذا إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النفطال وهي مشكورة إن مؤسسة النفطال على مؤسسة الولاية بالنسبة لولاية المسان فيها مركز لتعبية قارورة الغاز أولا ساعة تخزين تاعها 51 ألف قارورة إضافة إلى لدينا ثلث مستودعات كبيرة كانت مالة مستوى سبدو عسوان دروم مستوى شتوان كانت ثلث مستودعات كبيرة هذه المستودعات فيها أكثر من 60 ألف إلى جانب أكثر من 320 نقطة بيع هذه بيع الغاز إضافة إلى بعض الخواص الذين حتى هم عندهم اعتماد من طرف مؤسس نفطال معناها حتى المدة في السنوات هذه خاصة أين كان البرد وكان البرد وكان الثلوج الأعثر هذه والإنجازات التي دارتها الدولة والإجراءات كلها سهمت في التقليل من هذه المادة إلى جانب ذلك كانت تقنية أخرى دخلة الولاي ودخلة الجزائر وهي تموين المواطنين بواسطة قرورات غاز البروبان قرورات 1635 هذه قرورات لكل المواطن مثلا المواطن هو أبي وخوه عنده 4 أسر هذا حققنا ثاني نتائج كبيرة وكان في المناطق الجبلية هذه السيترنا يشريها من عند مؤسس نطال وتنصبها لجنة تقنية وبعد هذه مثل القرورة قرورة عندها الوطنوبية حتى 5 شهر هذه القرورة 5 أو 6 شهر المدة هذه توت الوشتاء بأريحية إلى جانب حتى ما يكمل لك إلى جانب كان برنامج تزويد 56 مدرسة ابتدائية للتدفئة وهذا ربما جانب جد هام حتى ما نحسروا حديثنا عن قطاع الطاقة في مجال الغاز الطبيعي كذلك شبكة الكهرباء هي الأخرى جد هامة ولاية المسان أطلقت مشروع طموح لإحتواء ربما الإنقضاعات التي سجلت خلال السنوات الماضية الاعتبار أنه خاصة في موسم استياف هذه الولاية الساحلية تعرف إقبال كبير للمصطفين أعطينا لمحة حول ربما المجهودات المبدولة لربما تعزيز شبكة الكهرباء أولا بالنسبة لتعزيز شبكة الكهرباء كينا زوز عوامل أولا العامل الأول لدارات الدولة يعني على المستوى الوطني أنا بالنسبة لولاية المسان يعني قدنا نحقه يعني إنجاز أكثر من 603 محول كهرباء نعم كنقول 603 محول كهرباء هذا مقلة زدناهم في إطار تحسين الخدمة العمومية إلى جانب ربط ربط أكثر من 11000 مواطن يعني شبكة الإنارة الريفية كنقول شبكة الإنارة الريفية كان الناس كانوا حتى هما كان عندهم نقص في الكهرباء يعني كما نقول كان 603 محول كهرباء جديد في إطار البرنامج استعجالي كان أكثر من 11000 يعني أسرة يعني شملتها برنامج الإنارة الريفية هذا مجهود كبير لداراته الدولة إلى جانب أولا الدولة دارت حسنة مصادر الطاقة مصادر الطاقة لتمويل إنتاج الولاية لأن بالنسبة للكهرباء كان بالنسبة لتحسين الخدمة العمومية ليسا غير من جانب التوزيع إنه ممكن يعد عندك التوزيع مليح بينما الإنتاج الإنتاج ممكن يعدك قليل ولكن نحن في ولاية سجهراس عندنا القدرة تاح 1380 ميجاوات والاحتياج الحالي اللي عندنا رغم ما يصل 700 معناها رغمنا في أرياحية تم نعم نعم لما نسمع مثل هذه الأرقام أكيد أنها مطمئنة مشجعة خاصة لسكان ولاية تلمسان ونحن ربما على مقربة إن شاء الله من عديد المحطات هناك شهر رمضان فصل الاستياف كلها ربما نسجل ارتفاع في أطرب على هذه المادة الحيوية طيب سي بومديان مؤخرا تمشيا مع ربما الزيادة في أسعار الوقود تم تسجيل على المستوى الوطني طلب للمواطنين على قارورات ربما كما هو معروف السير غاز الخاصة بالسيارات على مستوى ولاية الامسان كيف يتم تغطية الطلب السائقين في هذا المشارع أولا في ولاية الامسان بالنسبة لتغطية الطلب على هذا أولا كان عندنا متعاملين معتمدين لليزان ستلاتيل اللي يركبوا قارورات الغاز عندنا أولا بالنسبة للقطاع الخاص عندنا حداش وحدة لتركيب السيارات بالنسبة القطاع العام عندنا زوز وحدات وحدة في المؤسس نفطال راهي وحيز الاستقلال في الرمشي وكان وحدة في محطة نفطال بتلمسان بالكديا راهي إن شاء الله تستدخل حيز الخدمة في الأوقات يعني في الأوقات الراهنة إن شاء الله هذه النسبة نعطيكم مثلا في ولاية تلمسان في سنة 2017 برك ركبنا 2120 سيارة هذا عدد ما نقوله 2120 سيارة يعني عدد مرتفع نحن إن شاء الله في التوقعات إن شاء الله في 2018 مع فتح يعني المركز تعنافطال جديد إن شاء الله نصله إن شاء الله نصله حتى 3500 الربع الاف سيارة إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مهامكم الاعتبار أنكم حديثا تم ملغ لكم إلى ويلة الامسان كل التوفيق وكل النجاح إن شاء الله في مهامكم شكرا جزيلا على هذه المعلومات لك الكلمة في الختم لتقول ما ترى هم مناسب أولا يعني أول شي نشكر لتلفزة الهوية أولا نشكرها وإن شاء الله إحنا أي مسؤول يجي يجب يدير أولا يشوف وشكين ويدير الخطوط للبرنامج لبلوندكسيون إن شاء الله لبلوندكسيون تاعة الولاية يلزمنا أولا نقضو على قطاعات في الولاية ثانيا نصل كما قلت في الأول قلت ما عادش غاز المدينة عاد غاز طبيعي نشاء الله يكون غاز الريف وصل الأعلى منطقة إن شاء الله لأن توليمسان عندها ثلاثة نقول اسمها ماناخ كان البحري وكان الحدودية وكان مطلة والبوابة على نقول الهضب العليا وصحراء نتمنى لكم كما قلت كل التوفيق في هذه البرامج وأكيد نرافقكم كتليفزيون في مختلف البرامج ومختلف المشاريع التي تقومون بها مشاهدين الكرام كان هذا رفقتنا سيد مدير الطاقة لولاية تلمسان السيد بومدين صغيري الذي تحدث بإسهاب عن مختلف الجهود المبدون في هذه الولاية لترقية لتركية التكفل بالطلب المحلي على الغاز كما على الكهرباء أكيد أنه الخميس المقبل إن شاء الله تكون لنا أو يكون لنا لقاء رفقة وجه آخر وقطع آخر من ولاية أخرى أما الآن فنعود لزملائنا بالعاصمة إلى كيف الله بحول الله شكرا جزيلا لك مراد مزور وكانت محطة وهران آخر محطاتنا الإخبارية لعدد نهاية الأسبوع مشاهدين الكرام يمكنكم متابعة كل حوارات الظاهرة على قناتنا على اليوتيوب وابتداء من اللحظ إن شاء الله تلقاكم زميلة وسيلة البيض إلى اللقاء اشتركوا في القناة